بسم الله الرحمن الرحيم أن تتحدث عن دار الندوة وما وقع فيها وما هي الدروس والعبر المستفادة من ذلك اللقاء وما دار في دار الندوة أن تصف ما حدث في غارة هور في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الدروس والعبر من ذلك وأيضا الدروس والعبر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من مكة إلى أن وصل إلى المدينة ستكون قادرا على أن تذكر أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة والدروس المستفادة من ذلك أولا دار الندوة لما علم كفار قريش ما وقع في بيعة العقبات ثانية وحين هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأوا أنهم يهاجرون من بين أيديهم قالوا لا بد أن نتخذ قرارا في محمد فاجتمع كفار قريش في دار الندوة وهو كان بمثابة البرلمان الذي يجتمع فيه لاتخاذ قرار حاسم ولم يدخلوا فيه إلا زعماؤهم إلا ما كان من إبليس فإنه جاء لهم على هيئة شيخ النجدي يعني رجل كبير في السن عاقل قال لتستفيدوا مني فلما رأوا ذلك أدخلوه معهم وبدأ عقد الشورى في دار الندوة ما الذي يصنعونه بمحمد صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم نضأ في يد محمد القيود ثم نحبسه حتى يأتيه الموت فلا يأتين منه بعد ذلك شر قال لهم إبليس لا ليس هذا بالرأي أما ترون إلى كلامه كيف يخرج من وراء الباب فيأتي إليكم أصحابه وينتزعوه من بين أيديكم انتزاعا قال قائل منهم إذن أن ننفيه في مكة فلا يدخلها أبدا وننفض أيدينا عما يكون منه قال ألم تروا إلى حلاوة كلامه إنه يوشك أن يدعو إليه الناس فيجتمعوا معه ثم يعود إليكم في داركم قال أبو جهل إن لي رأيا ما أراكم وقعتم عليه قال وما هو يا أبا الحكم قال أن أخذ من كل فتى من كل قبيلة فتى شابا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما ثم يضرب به محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يقدر بني عبد المطلب فيما أن يقوم علينا فيرضوا منا بالدية فنعطيهم إياها قال لهم إبليس هذا هو الرأي وانفض المجلس على هذا الرأي وأن يتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة هذا دروس وعبر عزيز الطالب نستفيد منها أولا ضعف كيد الكفار مهما بلغ فالكفار ضعف كيدهم مهما بلغ لأن كيد الله عز وجل فوقهم والله عز وجل ناصر أولياءه أيضا مكر الخصوم بالدعوة الخصوم يمكروا بدعوة الله عز وجل يريدوا إيقافه ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره أيضا الصراع بين الحق والباطل قديم ومنتد إلى قيام الساعة وكان يتزعم ذلك إبليس عليه اللعنة فهو يتزعم القضاء على الدعوة أيضا عناية الله عز وجل وحفظه لرسوله رغم اتفاق قريش قاطبة على قتله إلا أن الله عز وجل حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا مما نستفيد أن الشراك الشيطان فيما حدث في دار الندوة يدل على خبث الشيطان ومكره ومحاربته لدين الله عز وجل بكل الوسائل وأنه سيحارب دين الله عز وجل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله عز وجل إليه بأنهم يريدون أن يقتلون أمره الله عز وجل بالهجرة فذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت عائشة كان رسول الله يأتي إلى بيت أبي بكر الصديق أول النهار أو آخرة فجاءنا في وقت لم يكن يأتينا فيه أبدا معنى لم يأتينا فيه وهو وقت الهاجرة قال أبو بكر ما أثى رسول الله إلا لأمر جلل فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر له من مكانه فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لأبي بكر أخرج من عندك قال إنما هم أهلك يا رسول الله فقال له رسول الله إني إن الله قد أذن لي بالهجرة قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال نعم يا أبا بكر الصحبة فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي لشدة فرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته إياه خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وكان قد علف له راحلتين حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لك واحدة ولي الأخرى قال بل بالثمن فأخذها بالثمن دينا على النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا من بيت أبي بكر الصديق ثم توجهوا إلى غار ثور الاتجاه عكس اتجاه مكة مكة إلى الجنوب وغار ثور اتجاه الشمال وذلك تعمية للطلب فخرجوا إلى غار ثور وكمنا فيه ثلاثة أيام وبقي في ذلك الغار لما وصل إلى الغار قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لا تدخله حتى أدخل فدخله فنظفه ووجد فيه شقوقا فسدها مزق قميصه وسدها فبقي فيها شقان فألقمهما رجليه ثم قال أدخل يا رسول الله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام في حظن أبي بكر الصديق رضي الله على رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأتى ثعبان فلسع أبو بكر في قدمه فذرفت عيناه ولم يتحرك فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا بكر قال لدغت بأبي أنت وأمي فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ من ذلك لما كان في الغار كان عبد الله بن أبي بكر الصديق كما قالت عائشة غلام نألقن تقف يعني غلام ذكي فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار فيبات معهما ويخبرهما بما حدث من كفار قريش وما يتآمرون فإذا كان في السحر قبل طلوع الشمس صرف إلى مكة فبات كأنه معهم يأتي يأخذ الخبر ثم يعود وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يذهب بالأغنام إليهما فيحتلب منها ويأكل منها وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام ثم يذهب بالأغنام من طريق عبد الله وأسماء حتى يذهب آثارهما وقامت قريش تبحث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى وصلوا إلى باب الغار فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وأنزل الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ثم بعد الثلاثة الأيام كان قد اتفق مع رجلا من المشركين عبد الله بن أريقط وكان رجلا مشركا لكنه أمينا فلم يخن وأعد لهم الراحلتان فأتى بعد ثلاثة أيام إلى غار ثور ثم انصرف في طريق لم يكن يمر بها أحد وخرج في عكس الاتجاه ثم عاد ولم يمر من الطريق التي تمر فيه القوافل فلما ذهب في طريقهما حدثت هناك بعض الأحداث أولا النبي عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته وجد خيمة أم معبد وجاء وبقي النبي عليه الصلاة والسلام فيها أخذها وحلب منها كما سندكره لاحقا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في الطريق وخالف تلك الطريق حتى وصل إلى المدينة وكما قلنا حدثت أحداث حدث السراقة ابن المالك خيمة أم معبد وغيرها من الأحداث نستفيد من غار ثور وخروج النبي عليه الصلاة والسلام حسن التخطيط من النبي عليه الصلاة والسلام للهجرة فقد كان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة يقيقا أيضا التجهيز للرحلة فقد جهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه الطعام والراحلة التجهيز أيضا بأن كان عامر بن فهيرة يأتي بالأغنام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعود بهما حتى يمسح الأثر حق أثر عبد الله بن أبي بكر وأسماء ذات النطاقين رضي الله عنهم أجمعين أيضا السرية من النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة عندما قال له أخرج من عندك فقال النبي إنما هم أهلك أيضا دليل على حسن تربية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهله لأنهم لا يفشوا أي سر أيضا فكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليوهمهم ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم وليرد الأمانات إلى أهلها كانت فكرة ناجحة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أنه رغم معادات النبي عليه الصلاة والسلام ورغم إيذاءهم له إلا أنه كانت إذا كان لهم شيئا مهما كانوا يأتمنون عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند الأمانة وأعادها لهم قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيه جواز الاستعانة بالكافر بشرط أن يؤمن فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن أريق أيضا استحباب تطمين من يخاف فإذا وجدت شخصا خائفا يستحب أن تطمئن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا مما استفاد أيضا من هذه السيرة أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين كان لهما دورا بارزا أعدت أسماء لهم الطعام أيضا لما جاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر بعد أن هاجر فسأل أسماء أين أباكي رفضت قالت لا أعلم فضربها حتى أسقط مطها عن أذنها كانت رضي الله عنها امرأة لذيبة لما جاء جدها قال إن أباكي قد فجعنا بنفسه وماله يعني خرج مع ماله ولم يترك لهم شيئا فأخذت سرة ووضعتها على أحجار وقالت لقد ترك لنا خيرا كثيرا فلما أحسها وكان أعمى قال أما وقد ترك هذا فقد ترك لنا خيرا كثيرا فهذا من فطنتهما ودورهما في الدعوة رضي الله عنهما لما قلنا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خيمة أم معبد وكانت امرأة برزة تحتبي جالزة بثنائها فلما أتى إليها قال هل لديك من شيء قالت لا شيء لنا فرأى هناك شاتا في خيمتها قال أفيها لبن؟ قالت هي أعجز من أن تأتي باللبن إنها لا تستطيع أن تخرج مع أشياها الأخر فقال النبي أتأذني للي بأن أحلبها قالت نعم بأبي أنت وأمي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الله تعالى ثم حلب منها حتى ملأ وعاءا كبيرا فشرب من كان معه وشربت حتى ارتوت ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثم ملأ لها ذلك الوعاء لبنا ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه ولما عاد زوجها أخبرته فكسة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أمر كفار قريش أنهم لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أن جعلوا الجوائز من يأتي بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حجيين أو ميتين مئة من الإبل ووصل ذلك إلى سراقها بن مالك فكانت سراقها بن مالك لما سمع بهما وفي طريقهما وأراد أن يتبعهما وغارت قدماه وهو يذهب ليمسك بهما ثم كان منه في نهاية الأمر أن يضلل عنهما ويقول إني لم ألقى من ذلك شيئا لما رأى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وحماية الله عز وجل له أيضا أسلم بريدها الأسلمي في ركب من قومه أثناء الهجرة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير في ركب من المسلمين وهم تجارا قافلين من الشام وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا كسو بيضاء ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد أن يبنه نالك المسجد وكانوا كل قوم يريدون أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة فذهبت ناقته حتى وصلت إلى مكان المسجد فبركت ثم وقفت ودارت وبركت مرة أخرى فقال ها هنا المنزل إن شاء الله فقال من أقرب أجدادنا وفي رواية أخوالنا منا بابا قال أبو أيوب الأنصاري إن بيتي هو أقرب البيوت إليك يا رسول الله فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته نستفيد من ذلك عدة أمور أولا أهمية الأخذ بالأسباب فالنبي عليه الصلاة والسلام حلبت الكشاه في خيمة أم معبد رغم أنها عجفة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب وهو حلب الشاب بذل السبب لم ينتظر أن يأتيه من الله عز وجل أيضا دور المرأة في الهجرة وكما ذكرنا في قصة عائشة وأسماء رضي الله عنهما أن الداعية يعف عن أموال الناس سراقه بن مالك لما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم عرض له أن يعطيه ما شاء من الإبل أو الغنم التي يملكهما فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من إبليه أو غنمه شيئا أيضا السرية كانوا إذا لقوا أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان رجلا معروفا فإذا سألوه من معك قال هذا هاد يهدين الطريق يقصد أنه يدله على طريق الإسلام فكانت سرية من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه حتى لا يعرف أين يذهبان مما نستفيده أيضا الحب العميق من أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الغار دخل ونظف الغار والشقوق قطاها وضع قدمي فيها حماية للنبي صلى الله عليه وسلم بل إنه لما لدغ لم يتحرك حتى لا يستفيق النبي صلى الله عليه وسلم من قومه من نومه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بالدموع وقعت عليه قام فدعا له وتفل عليه فأبرأه الله عز وجل مما نستفيد أيضا من هذه الهجرة النبوية مشروعية استقبال الأكابر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قادما إلى المدينة كان أهل المدينة يخرجوا كلهم ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا حسن اعتذار النبي من زعماء الأنصار حين يدعوه للنزول عندهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لديه أهم الأعمال التي قام بها أولا بناء المسجد النبوي فالمسجد أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى أن يبني بيته أن بنى مسجدا في المكان الذي بركت فيه ناقته واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه رغم أنهما أراد أن يهباه فرفض إلا أن يشتريه منهما وكان فيه بعض القبور التي اندرست للمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وكان يساهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في بناء المسجد وذلك قبل حتى أن يبني بيته نستفيد من ذلك أولا أن المسجد أهم من ركائز بناء المجتمع فهو المكان الذي يلتك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المسجد رمز الجمول الإسلام أن الإسلام شامل ففي المسجد يتعلم الصلاة ويصله ويذكر الله ويقرأ القرآن وفيه تعد الخطط للحروب فكان مركزا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه أيضا التربية بالقدوة العملية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر بناء المسجد بنفسه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك حافزا للأنصار وللمهاجرين بأن يبنوا كان هذا أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار جمعهم كانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار فآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى كانوا يتوارثون بعد الموت قبل أن ينزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ التوارث وبقي عقد الأخوة فيما بينهم وكان هناك تنافس من الأنصار في أخذ المهاجرين كل يريد أن يأخذهم إليه حتى أن الله عز وجل وصفهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مما سبق نستفيد أهمية الوحدة في المجتمع المسلم لا بد أن يكون هناك اتحاد لبناء المجتمع حتى لا يؤتين الإسلام من الداخل فكانت الوحدة شيء أساسي في بناء المجتمع وأن آصرة العقيدة هي أساس الارتباط بيننا بين المسلمين العقيدة هي الأساس لا الأخوة النسبية بل أخوة العقيدة أيضا المسارعة في فعل الخير فقد كان الأنصار يتسابقون على المهاجرين بالقرعة أيضا كان من الجانب الآخر تعفف المهاجرين فالمهاجرين كانوا يرفضوا أن يقاسموا الأنصار فيما يملكون كما في قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جميعا أهمية الاستقرار الداخلي في المجتمع كلما استقر المجتمع داخليا كلما كان ذلك أدعى لأن يكون وحدة المسلمين على غيرهم من خارجهم الثالثة العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة وهي الوثيقة التي قامت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسكان المدينة وأيضا بين اليهود الذين يسكنون المدينة فقد رأى ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمضي له سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها عدى أفراد من قبيلة الأوس فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصاء وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم نستفيد من ذلك شمول الإسلام لجوانب الحياة حرية العقيدة فلا إكراه في الدين أهمية الوفاء بالعهد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف عهده وبقي على وعده حتى كان اليهود هم من ينقضون العهد كما سيأتي في دروس قادمة وثيقة المدينة كانت لمثابة تستور وأيضا لمرحلة سياسية لبناء الدولة الإسلامية إيجاد مفهوم جديد للأمة يعتمد على وحدة الدين بدلا من العصبيات القبلية التي كان سائدا عند العرب فالوحدة أمة المهاجرين والأنصار أمة من دون الناس وأن المرجعية العليا كانت لله ورسوله والمساواة بين المسلمين يجير أدناهم على أعلاهم فكان في تلك الوثيقة شيء لبناء الدولة الإسلامية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وبقي عليك عزيز الدارس التدريب وهو أن تستخرج من وثيقة المدينة خمسا من المبادئ السياسية العامة للدولة الإسلامية هناك دراسات وبحوث كتبت في وثيقة المدينة استخرج لنا من أي من كتب السيرة خمسا من المبادئ السياسية العامة للدولة الإسلامية نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته